السلام و مرحبا بكم فيديو جديدة كنتم بنا تكونوا بخير سمحولي على الغبور صراحة كنا نعيق كنا بشي نغبر مهم غير مع الظروف بالنسبة ان شاء الله نحاول ونشتدو شي بروغرام للأسف كنحاول شي مرة ندير فيديوات هذا بشي سيمان ونبغي ندير فيديو والظروف لا تسمح وبالأخص تكون عايش مع الدار الى آخر تكون مروونة الدار انت بغي تجي تفيل مي في البيت تتخرب عقين في البيت الى آخر يعني لا يصبرت ان شاء الله نسهل ونخرج انمر داري ومشي نكري و أدرك ساعاء نكون ليبر وقت ما باستدر فيديو و اشي نديره الحلقة اليوم كيف من كتشوفون وهناك من الرسالة على القرآن حجش حديكات خاصة تكون من أول الحلقات حجش دا با كين الناس هاد البلاي لست يستفدون منها و انا درتها للناس اللي دايجا مسلمين و بغين يعرفوا او كانوا كيسحابوا راسهم ان هذا كولي الاسلام الحقيقي يعرفوا شنو الاسلام الحقيقي دي الحقيقي و كان الناس اللي بسباب البحث ديالهم و القرية ديالهم في الاحاديت و في الكتوبة ديال الباشار و الاخر يسمعوا شو يخش كي يقولو تخلعو و قال لك هادا ما دين ما هو له اخوه اخوه السيكتور خرجوا من الاسلام هادو كتاد البلاي لس لهم حيش باقي ما ابنهم معدهم 삼 مش مشكلة لзы ل مش كين الله و ما بينش عندهم бум مشكلة weash هادا 이사 يقولود الماذا قليلا LOOK AADري مقاش عارف و Aqui rebuilt اغريك هذا مش كلم الله يعني كانوا اkehrانرو م nämlich متالا وكين فيهم انواع كان منهم الي كيrias لو خلقناه و ما attachments lina يعني خلقنا كينو و القemit ما مسوقناه ولكن ما مسوقنا و لكن ما ايساى سوفت لينا 인عوازي ل loro كتوبة و يسافتنا شعر success مش trabalhar في الحياهوت لكنخال الاسلام ديال ا stim przeال ل taamos كيف مخلقهم وعايشين فهمتوا ربما كدير ممكن امنوا بقاطية الحساب مالحساب حش صعب انت خلقك وقد دير ديك شي عايش وصعب وكين دورك ديك شي عن الانواع حش ما يمكش نعوش نشدون عمموا الفكرة بحش كدير لهم مسلم مسلم مرة ما كينش غير كوشي مسلمين عندهم منسة فكرة كين انواع واشكال كل طائفة في السنة تقفها فارق وكين دير ونشوفو من بعد ان شاء الله في المستقبل في فيديوات جيين اما بالنسبة الملحدين بلايليست ديالهم ان شاء الله راكينا انا ندير فيديوات جيال الناس الملحيدين باش ناقشوا الافكار ديالهم وكلنا نستفدوا ان شاء الله نبدو ذا با ندور على الرسالة واولا ندور مع الناس اللي ما كي امنوش بان هاد الارسالة هي من عند الله اللي هو القرآن وانشوفو الناس الخرين اللي كيقولو لنا متالنا هاد الكتاب جاك من عنده واحد الناس اليوم اللي وصلوا لك من بعد ما مات الرسول واذو كل الناس الى كتاق في هاد الكتاب يعني خاصك تتاق في كلامهم واندوي وانجاوبوا على هاد الروان تاوا باش بنادم تتضح لي الصورة باش ماشي انا ندخل نبدأ نشرح شي حويج في الدين اساسية كبيرة اللي اسميشو عليها كينوت الصداع باش نكونوا واقعين وباقي الناس مكي امنوش اصلا بهذا بانهو كلام الله ويجوا يبقوا يكشبوا ليشي وحدين ملان نوصلوا لبعض المواضع ورا هادو كل اللي وصلوا لك اسميشو هادو كل اللي وصلوا لك القرآن وما نفسهم اللي وصلوا لك كلام الرسول الى اخير الى اخير نبدأوا نتاقضوا بعض الاحاديد هاي خرجوا واحد النوع يبدأ يقول لنا بحاك احنا نجاوبوا من دابة باش يعرف احنا عارفين ذكش باش بلنا نكونوا واضحين من الاول اه مهم بالنسبة للرسالة انا ندوي على راسي كل واحد هو حر كداش هو مأمن بان القرآن هذا هو كلام الله كي لا وارد كين اللي شفي حقائق علمية كين اللي طرات معها شحويج ماشي نورمال مهال القرآن يعني ومتماك صافي مآمن بان او رفع كلام الله الى اخيرة انا اقول لكم قصتي مع القرآن ونشوفوه واش كلام الله وانا ماشي كلام الله بالنسبة للناس اللي الباقين منشاكين وبالنسبة للناس اللي يقول ان الاحاديث هدوك اللي يجابون لنا القرآن ومما يجابون لك الاحاديث بازع ما اخوذ لاخذي القرآن تقول القرآن فقط ورا هادوك بنافسهم ومما يجابون الاحاديث الأحاديث. بحلات القرآن ما شاك فيه. ما بغيتش. فامت برون كده. مهم. بالنسبة لي أنا مهم ما بغيتش نطول الفيديو لكن بغيت أن نهضر باش القصة تكون مفهومة وتعرفوا كيفاش دزت من. سميحوا أنني نكون تابع دين والدية الدين الله الحقيقي. بالنسبة لي أنا دابا. كنقول أنا بالنسبة لي ودي الحقيقي. علش على الحجج اللي عندي. يعني أنا من ذاك النوع اللي وقرر الناس اللي متبعيني في انستقرار ما عارفينك. كنقول لكم من ذاك النوع اللي ماشي مالك يجي واحد يجي بيا فكرة. ماشي كان آتاكي على الأول. على حسب الحجة دياله. إلاجه بحجة ضعيفة. أنا هاجمه بالحجة القوية. ربحته يعني را ما عندك الحقيقة. هذي راب المنطق. فلا ما جب دعوتني من القرآن الحق يدمغه الباطئ. الى آخرين. يعني. أولى الحجة دياله وربحات الحجة دياله. كان ناخد ديك الحجة. هادي هادي يخدمت. وكن نظن أن أي واحد بغير يوصل للحقيقة خلصه يدير بحاك. يعني كيف في أي مجال. يعني في أي مجال مثلا في شيء معلومة. هذا كيقول مثلا أرض مصطاحة. مثلا. هذا كيقول أرض مصطاحة. وهذا حتش نايدة مؤخرة. نايدة بزاف بالبالة في العالم الإسلامي. العالم العربي. والأمازيغي. والكوردي. مهم. فهمتوا. العالم اللي كيدو باللغة العربي يرفصها. على. واش الأرض مصطحة ولا مشي مصطحة. خرجت من الموضوع. لكن باش نعطيكم متر. احنا سهلة عندنا القضية. نسمعوا لهذا شكي يقول. ونسمعوا لهذا شكي يقول. ونشوفوهم هذا كي يجوب هذا. ونحنا نعرفوا شكل عنده الحق. من الحجة. قوة الحجة. فهمتوا. ما نصدعش راسي أنا. علاش. بغيتي تتقول يا. لا. راها كورا. ويا حتش كي نشوفو النازة. وكيف. ارى. هذه الحجة ديال النازة. ونصورها لنا. ونشوفوها. فهمتوا. ونسمعوا شي يقول عليها. هذا الشخص اللي كي أمر بأنا مستعون. أما باش تتشدية واحد نازة. بين قوسين بحلقناها هي الإله. أرى ما كيش إله. فهمتوا. إلا الله. يعني كل شي يخطأ. وكل شي يقدر يكون نيجو خيبة. يعني يسيطر عليك يلعب عليك. كيف ما كنقوله حنا. يعني يقول لك عقلك. لكن انت عالم ودركي أبهد. ورغم ذلك كتقال معلومة نسبية. ما كيش شي حاجة اسمية علم حقيقي مطلق. كتقال نسبية. فهمتوا. وهذا الشي اللي الناس العلميين راي فهمو. الناس اللي غير تابعين عند راسه مراه هم ما كي أمنوا بالعلم وفاهمين العلم ومار ما فاهمينه ولو. كي يشد أسحاب العلم واحد زائد واحد كتساويجوه صافي. هاد واحد زائد واحد كتساويجوه ممكن ما تكونش كتساويجوه. مهم. لما نستطوب نادم. ندخلو في المنطق وذلك شي تسطب نادم. اسميجوه. نبدأ بالقصة دياري. عارفين الفيديوات دياري. اللي كانوا يعجبوكم. نقولوا هاليا في كومنتائر. لما كانوش قدرون نبدو الطريقة. حيش ما كان ببريباريش. ما عنديش الوقت. ما كيش الوقت. وفي الحصد المواضيع. كيش الوقت. انا انسى اليوم دغية. وما نقول بزافة الافكار اللي ان اكون باغي نقول. وكان خلاب حكا هو اديلي الوقت. باش نسميتو اديلي الوقت. يعني وقت ديال البحث. وقت ديال البحث. وقت ديال البحث. وقت ديال البحث. وقت ديال بزاف. بالنسبة لي انا. من مواليد. كازابلونكا. بطار البيضاء. أه. تولت أسراء هادو كانتين كيش يجيبوهم في رشيد شو. اسميج. تولت في أسرة محافظة معتديلة. التديون متدينين. يعني الأسرة ديالي. اخواتي اتيك يديروا الحجاب. ومن الصغر. ما كان يشاهدك تقبال ما يحق عليهم. ولا بينقاوسين. تنشوفوا الحجاب وشي حق ولا ما يحقش. اه. اسميه شو. والواليد صلىه الى اخيري. وكانك مفسور كي عاود لنا على الاحاديت. وقال الرسول. وقال هادي. وصليتو. لي صلىك ياخد الفلوس الى اخيري. اللي ما صلى الله شكي. كي يكعي عليه زعمه و الى اخيري. ومكانش كي ضربنا ما قليل فاشا ضربنا شي مرة واقع. موين. ومعتادل ما شى ذوك عشان كين ذوك الحياة. ومديرش للحياة شوية. بشتعرفوا. موين. يعني معتادل. كي عارف غير. اذا كش اللي الجميل في الاسلام. يعني ما كي عارفش هذك ديال. اقتلوهم حيث وتاقفتهمهم. وتطيار الريوس. وقطع يد السارق. وخاتم امنين به. ولكن ما هذك ديالها ما سطحي. ما متعمقينش في الحاجة. هذك ديال قالوا سمعنا واطعنا. شي حاجة اسمعوها صافي. وسمعا وطاعة. ما كنش تحليل ونقد. وانتقاد ديال ديال في الافكار. يعني. اه. وبالنسبة الوالدة. الوالدة قلة من الوالد. كتكون اكترية في غالب الاحيان. في التديون كتكون. كي كل الراجل اللي كان امتدين. كنظم. في غالب الاحيان. كيكون امتدين كثرة من المرأة. يعني. هذه طابعة. وكاك ما عرفتش عليها الصراحة. اذا بيالله اخترت ليه في بالي. ما عرفتش عليها. كين مش هي قاعدة عامة. كين شواذ. ولكن في اغلب. اللي كان عرف. اللي كان عرف. يعني. كيكون الراجل. من اللي كان نقوله امتدين. يعني. كي طبق الدين. مثلا. كي سلي كتر من المرأة. كي تلقى. يحافظ. لأحاديث. متعمق في ذكش. مثلا. القصة ديالي. انا مع الوالد والوالدة. والوالدة كتر. كي تلقى. وفلون توراج عودة. يعني. كتشوف كي بلك. اللي متدينين. المزوجين ومتدينين. وحقها. الفكرة اللي كتبت نقول. وحنا معلمينا نقوله ابي امي. الشينار اللي سمعتوني في شي غايف. قلت ابي امي. ما نقولش. لك. انت عدوا معي. ما نقولك. را قال لي ابي. لا. قال لي الوالد. الوالدة. وكين من اللي كنبغي نعيط اليوم. ضوما اجلي الاسف. سبيس تون. كتقول لي خدامة. حيش عندي في عقل الباطن ديالي. صعب في ولفتها من الصغر. انت كتقول له. علاش تعلمونا ابي وامي زي ما باش تدين زي ما. حيش بابا وماما دي الكفار. ها باش تعرفوا. الفكرة. حيش كين بزافة ناس يقولي يا. مالهد السيسير يجي يقولي يا. تبا فهم ويلو. سير بعدها قرار احاديث. سير سير تتعلم. سير لا ديك شي كبير نافي. كبير نافي. والحمد لله يكلم بحثو الى اخر. عدنا ودينا وحدة. عراء اللي هتقول لي سير سمعو اللي عندو ودينا وحدة. اللي هتش كي سمعو من بلصة وحدة. هتقول لي سير. سير بعد يشوفوش نوقين عام يجي دوي معاني. واد شي. مالي يجوي كومنتا في تعاليق. هادو النوع الطائفة اللي كيدافع لمعتقد ديالك. وكيف ما بغاد تكون الزعم المعتقد ديالك. الطائفة ديما كي قطاكيك. مش كي يناقش معك الفكرة ولا. هاك تخربك، ها تغنق. مصطر حقاً شرت عرف زينك. ها ماشي التخصص ديالك. رات ترمك يوكل أكلش. رات ترى كيبين أناك ضعيف. المصلحتك، إذا بغ loop in-t Sexual service و أدي كيزة الدفع على الطائفة ديالك. خاصك تدوي بالحجة.، تقول لي هاذا النقطة اللي قلتي تخر بيقع. علاش تخر بيقع. ها علاش ها علاش ها علاش وتزمطني ما نقدرش نجاوبك ما اللي نوحيل ما نقدرش نجاوبك ذيك ساعة نقول عندك الحجة أقوى من الحجة ديالي أما ومشي نقول عندك الحقيقة ذيك ساعة أنت احتمالية أنك تكون عندك أطروحة أو الفكرة اللي قلتي تكون عندك صحيحة أكبر مني أنا أنا صافي ضربتيني يعني أطروحتك أصح من أطروحتي أنا ولكن كنت لكم باقي ما تعنيش أنها صحيحة 100% وما كان هناك شيء مستقصحة 100% في العام حقيقة المطلقة عند الله نحن ها كنا نحاول نقربوا للحقيقة مهم كنت لكم قضية سلاكت كنسليكت ما كنسليكت كنقطعها كنسليك كنقطعها 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 كنشديتها في واحد العام كنت لك ستاش سبعتاش قايلة شي حاجة بحاكة سبعتاش على ما أعتقد عليك سبعتاش بحليت تقول الصيف 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 واسميتو وتعلمت الفرنسي كنت تعلم الفرنسي في 19 عام بديتك نتعلم الفرنسي احنا كان قراره في مدراسة وكنا عارف عندك نيفو ما كيكونش وخاك اجيب مثلا 13-14 ارام ماشيش هادك اللي كيجيبت 18-19 را كتلقن نيفو دير فرنسي متواضع يعني باش تحذرها واسميتو هادك احذر اخر صافي وديت كندخل لقروبات باش نتعلم فرنسي وانا احتيش معتم بالدين كندخل لقروبات في اسموك للناس اللي معتم بالدين الاخرى كي مقارنة الاديان كي ناقشوا افكار ديالهم الاخرى كان قروب في قروب فرنسي سميتو بقيت عاقل على السمية وكان في المسلمين الميزولمون الجويف الكريتين وقالا وكانوا قروبات خوراين زماء اطواقف خوريون لله ما عمقيت عاقل صراحة وكانت كندخل للأسف لك الفكرة ديالان عندي الحقيقة المطلقة شي اللي يعلمون نحن الاسلام ويقول لك الحمد لله على نعمة الاسلام هذا در اكبر خطأ الحمد لله على نعمة العقل تقدر تقول ولكن لك تكتخدمه لقوم يعقلون لجينا نشوف القرآن اذا رجل بنسبة الناس اللي كي امن بقرآن بين القرآن كلام الله اما قضية الاسلام نعمة الاسلام حيش اشترا ما فاهمش تش ناول اسلام اه تقدر تحمد الله على نعمة الاسلام وكان مش بدك التفكير وش رحناش ناول اسلام في الحلقات الفاريط حيش اشترا ما فاهمش داخل صراحة ديالك احنا ناخد ديالك الحجة ديالك ونقول لك هي الحقيقة النسبية وننشي ونكمله ونناخدها ونكمله به المشوار وذيك الساعة وثانية الى وحلات اللي هنا في طريق ديال نحنا الوصول الى الله هذيك الحجة وحلات وقد ضربت الحجة اقوى منها وناخد ديالك الحجة وحنا غادين هيش دي مسيرة اسم الله سيرات مستقيم سيرات ومستقيم يعني ما فيش هاولا يعني انت خصك تعرف الحاجة اللي قوية ما كانتش قوية راعدك ما ما تدوزكش من دكسرة المستقيم ما تخشيك فشي حكا مهم اه كي قد ديكم قد دخول قد تقدم معهم اسميتو وانتو ما قد قولوا هذي ماشي منطقية عيسى بن الله هو الله واسميتو قد قد اطاكي اطاك انت كتخربه الى اخير هل شى اللي قد لقى في الزفع الحجة سبعة وثانية الاشخاص كي لكي تحاور بطريقة راقية وحنا يا بوزبال قد تحاوروا مهم مهم مليك التعصب مليك التعصب مليك التعصب اطاكي وخي يجبد لك شي احاديث واسميتو انا مليك انو يجبدوني واحد الاحاديث واحد النار عليك ايا الصدمة مهم فيك كي قد لكم مهم شو واحد كي ضرب مبارسطوني كي قد لكم ما اسميتو وعطاوني ويجبدوني واحد الاحاديث اللي انا صراحة صدموني هذو كيتم عمانيشتهم وما كي قلونش نفل الجمعة بذكش على الرسول بالاخص على الرسول فهمتو مك بدات البدار حيش اصدمت انا حاجة قرار ارى كانو كي يجبدوني باش نكونوا واقعين كي يجبدوني كذلك اللي القاتل قطع يد السارق وذلك شي كدلقا عادي انا كانو كي يجبدولي وكان نقش معهم زي ما عادي حيش قطع السارق وولي كي يستسال شفار وولي كي مقرامشي كوش يسسل اي واحد سرق ارى لي كي سرقوش حاجة كبيرة وكي يقاديو الناس كي يجي كعادي تقطع يديه المهم الكواريت كذلك اللي خرج من دينه يتقتل هذا كي يسمى خائن الاخرين يعني عادي عندك والراجة من الترجمة هذي كسميته عادي يزنات ووزنا خصب الترجمة عادي كي يجي كعادي زي ما فهم شي كتجاوبه عادي ولكن انا الحاجة اللي مدوزيت مدوزيش هي ذي الرسول كيفاش الرسول نعس معه عائشة وبقي عقل علاء هذي الحديث زنزني ولكن اللي مليشتو اقلت هذي شي فهمتي هذي كديلت الصدماء اقلت لعراء ما يمكنش وكينش هذي قلت بش نقلب باينة يكون شي حديث ضعيف اقلت لك يدافع لي الشيوخ الشيوخ يدافع لذيك الحديث وحديث صحيح اهداء عليا اهناوية تبدأ كيفاش الرسول يقولك تزوج اقلت لك الصدماء يصير ما جوجبه ويه بالغه ويهرية قاصر تحت من قاصر راس عبي ليش انته قاصر دبق قاصر وما تقدر جوجبه رشوه وحشوه معيد را تكون فيتابعد اه اشياء تفوشه بوحد بولو عشرين عام ذي للفارق وذيك شره حلعب نعيب را بزيال خمسة عام را بزيال يعني كيكون ماكسيموم انا بنيسبة لي عشر سنين يتابعش تكونوا قراب تفكير بعضياتكم ماكسيموم عشر سنين اما ارى بزيال اه اه يجوجو عشرين عام يلقى اكتر ذيال الفارق اه اسمي شوه اما قاصر را كاريتا قاصر را كاريتا طيفل بقي طيفل تجوجب طيفلا بقي صغير اه هما قالوا لك تزوج بها عند ست سنين يعني ست سنين تزوج بها ودخل عليها يعني نعس معها عندها تسع سنين اخويات كيفاش تسع سنين اصع عشر حلية تسع سنين وماليك تشوف تدخل تشوف شنو كي يقولوا زملة هذيك العذر ديالهم ولا زعب السبب عليها كانت صغيرة كتحفظ ليه الاحاديث حتش الحجة اكترية الاحاديث اللي طروعوا على الرسول السنة ديالهم كيتوقف عند عائشة واسمي شو ولا ابن هورايرا ومن بعد ومن بعد هذيكي راها كاريتا دزتين قصي خليتي الكاريتا ومشينتي كتقول يس كتسبب لي بش بحالكة بش تعطي عذر لديك الكاريتا كاريتا هذي بحالك تقول وماليك تقول ليه بحالك تقول بان الرسول ببيضوفيل كيقولوا علينا احنا كيقولوا بان الرسول ببيضوفيل كيبتش هدل منطقة صحبي ما هذا المنطق راه انتلي كتقول هذي بحالك بنتا جيتي عندي انا وابنتي عليها هادسيا راشتو مشاهز واحد بيمو وزيد هذي راك تقول عليها بطريقة غير مباشرة انني شفار هما كيقول لك لا ها ها شوفوا قالوا عليك هما قالوا عليك شفار لا راه انتلي قلتيها راه قلتيها ها صحبي ما تستيوناش ها صحبي راه قد كيني الناس كيتيقوهم الحمد لله الى نعمة العقل اقسموا بالله يا ربي الحمد لله وشكروه لك حتيش ارزقشينا بالعقل حيس راه كيني الناس ملكة تشوف لكم موتر كيتيقوهم وش بكي كيدب على راسه بشي يرتاح وما فيما يدخل فد الصداع ديال انا ريال شي اللي ورتع الجدودي خاطاء ما فهمتش كيبغي الساهل ما يصدعش راسه اه كيتيقهم بشي اديك محلة كي يعطيس سبا ارى الله عالم بك لك تديرها غير سبا بش تريح ضمير ديالك لا راه كيشوفك وعالم بك ويجي ويوريك هذك الاحساس اللي حسيتيبها تشوفه قدامك ركتشو شي حسيتي بانه ابش تريح ضميرك انا ما قلتيش كلمة خيبة متالان ولما فعلتيش زي ما كي تقيدوا عليك رتع ذك شي في ضمائر ديانه ركتقيد وكي تقيد ماشي بس شينه مهم تقنيات متطورة ديال الاي اي مهم بشي شي دكاء خارق عند الله ابش تعرفوا راح الشيح ويجي يكونوا في يوم القيامة تشوفوا مراي ذلك راسك مهم كي قلت لكم ادي القصة ديالي مع اسميشو بدأت من هنا في ذاك الليلة اقسموا في العالم مكلم كنحس براسي كون انا كندير في العالم وانا نحس بان الله ما كينش يعني كتش فيما كتش السماء كتش حس بان الله كين نحس ما كينش صافيش تددني الخلعة تخلعت والله ما كينش وانا نحس ما كينش كتش حس براسك صافيش يجبو وحدك في الدنيا السلام عليكم اي حاجة تقدر عليك اي لحظة صافي وانعست كان بكي وانا قلت عتل الواحد وانعست كان بكي الغد ليه في الصباح فقت الى اخير صافي انا بدأ عادي نسيدك لموضوع انا بدأ نكمل حياتي عادي بحل ذيك ذيك تهرب من الواقع صافي ما بغيت نطرح ذيك السؤال صافي تك كندخل اليوتيوب واش كنت قلبت بش موقوش حاجة مكينة ولا طلعت هي ذيك شي هكاك تك يطلع ليه عدنا ابراهيم الناس اللي كيعرفو وكانت ذيك يأول بداية ديالي في البحث تفهمتو؟ وبقيت بقيت كان بحث وانا دبال اللي كي خليني ان نقول هذا هو اسميتو هذا هو تكلم الله شي حويش في القرآن اللي كنت قرأهم وبعيدا من هذه القصة اللي طرعت معايا اللي قلبت ارتاحيت ومحد دي غادي كان بحث وكان قلب قضية الله واش كين ولا ما كين شفاديك ما فيهاش نيقاش واش اي صافت الرسالة ديالو اي صافت الرسالة ديالو فمجي؟ حتيش علاش ندو بالعلم علميا احنا فينا واحد حاجة ندرك اشياء فمجي؟ وعدنا فضول معرفة الله تادك تادك اللي كي يقول الله ما كينش يعني هو عنده فضول انه يعرف وش كين ولا ما كينش ندعي و kid양ى ثلاث لك وواحد واش كينش شو واحد انه يدعي شي حاجة قيناش واش كان دوعي الضراقون ال litragون واش كان ناقشوه واش كان ولا ما كينش واش كان.. ده بشي واحد كين ناقش الدراغون واش كانوا ولا ما كينش حتي عارف اما كينش اfik تش واحد اختارععا اما الله شي حاجة فينا الداخل محتاج هذك الله الوام fathers كاملوس حئبو الحيوان الحيوان اه.. عايش مع مما المثال ، لاобраз إذا أخيبنا هذا الأمر علش مخلقش واحدين اخرين يعني كين سبب لش تخلق شي الحيوان لش تخلق عندوه سبب فهمتو البلان كدير؟ يعني ما تخلقش ههو كاك يوم لي خلقنا الله بسبب وعطانا عد الوعي دل اننا نقدرون نناقشوا هذه الافكار الا وانه ها يتواصل معانا سلام عليكم عادي بالمنطقة البسيط فهمتي ان انت في ذاتك فهمتي بغيت عرفش يحويش بغيت عرفش انه يكون النورة الاخيرة فهمتي بزاف تحويش منطقية بالنسبة لي منطقية بيش تواصل معك ويتواصل معك ليس فقط كتاب يتواصل معك بطريقة الملائكة يجيو ودوو معك الى اخير هاديك اه عادي فهمتي مجيوش يلا ما يتواصلون اندوو معه اندوو معه ويجاوبني فهمتي تسمع فكري جاتك في دماغك فهمتي بصرف تلك ملائكة رسل كي اسمها الله رسل في القرآن هاد الشي الناس اللي حقانيين وكيخدموا لمنطق ديالهم وعلميا هاد الشي اللي عندنا احنا دروري بالمنطق دروري الله يتواصل معنا وكيتواصل معنا انت اللي باقي تشك في اللاذرية ولي كتقولوا واش هذا كلام الله ونمشي كلام الله انت اصلا يكدفلس مع راسك اعرف بزيث الاحيان كيدو معك ملائكة وكيدو معك الشيطان يعني انت اصلا في تواصل وكتقولوا واش كين هاد الله يتواصل معنا اللا مو حال واش يتواصل معنا اللا اراك يتواصل معك اصلا مهم وتشاهدنا ان اشرحوه من البعد ان شاء الله ماشي موضوع ديالنا انا هاد الشي اللي قلت لكم القرآن ارا هاد الشي اللي في القرآن كنشوفه في حياتي اخويا ربارك من الحوج اللي يخليك تقول انه هذا كلام الله غير انت خصك تنقيه حيش الناس كيفش في السلو كاريتة كي هرب هذا اسمي شو اختبار من الله عادي بشي اختبار حيش لاجهة سهلة بحال دبا واحد حل عينيه فرحان الحمد لله على نعمة الاسلام يعني ان الله خلقه مسلم بحال الله يفضلوه دار معالم زيان زيما عشيرو دار معالم زيان والاخر اللي تخلقه تولد مسيحي بجوجهم نفس الحاجة بقاوا على دين ابائهم هادك المسلم يدخل للجنة والاخر يدخل للنار هاتي ليك يسحاب هو علاش يعني الله ظالم يعني انت يا ماشي انت اللي اختارتي تكون مسلم والله عطاك تكون مسلم والاخر لا وانتوا بجوجكم درتونس الحاجة يعني ماشي انت مشيتي بحتي وتأكتي لا بقيت كيف ما اللي لقيت عليه والدك بقيت فيه وتأول يلقى عليه والده بقى فيه شنو انت باتبحت شوه هو يبحث باش يدخل للجنة ورا ماشي عادل هذا فمتول بلان كدير اللي يمشي هنا ببعض المنطق ماشي عادل لا الله كي اختبر كل شي وكل واحد علي حسب لك شي اللي اعطاك اي اختبر اختبار لا حسب لك شي اللي اعطاك انت كتقرف السادس اي احطوك اختبار دي السادس باش يبحل واحد كي يقرف تحضيري ولا كي يقرف الباك ولا فمتول بلان كدير يعني راي اعطاك واحد الافونتاج يعني انت بالنسب لك افونتاج ورا معه ومعه حويش خورين باش كتخلي التوازن باش الله يكون عادل مختلف ذاك شي اللي اعطيتك اعطيت الاخر غير مختلف ذاك شي اللي احسب ضروفك انت في انا عائلة في انا بلاد وش حال في عمرك وش دكر وانت الى 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 الاخيرة وذاك شي كي بقى باش يتعادل في الاخر كيفة الميزار كتتعادل كيف يقول يكون الناس بحل بحل سواسية كيف ما بغا يكون الغاني الفاقير كل هما يتختبروا على حسب حياجهم مهم احنا تختبرنا بضل قادية ديال انه ما تتحرفش وما اختبارهم انه تتحرف ليهم الكلم الله ديالهم اللي نسميه القرآن وخمشي قرآن نسميه الذكر تتحرف ليهم الذكر ديالهم اللي ينزل عليهم الكتب اللي ينزلوا عندهم هاذاك اختبار ليهم وما يشوفهم الله كيف يتعاملوا حيش عندنا واحد الحاجة اسميتها الفطرة اللي كتبيه لنا الحق والباطل فهمتوا؟ يعني ابن هادم عارف مين كيش نتايجوا يكتبوا لك فضل القرآن انت وليمارا من اللي قالوا لك قطع الدين الصارع قتل اسميه وما تقبلتها علاش الفطرة ديالك هذيك هذيك هي الميزان اللي تزين به الأشياء هذي مزيان هذي خيبة والميزان الله رحمه منه نعطيه لنا لا اعطيك هاة وما يختبركش وما يسرفك جلك رسالة هذي مزيان فهمتوا؟ هههههههههههه هكنا اتحاولون هاربون عندناش لجواب على بعض الأشياء اتحاولون هاربون تخبّو في القدرية والالحاذ فهمتوا؟ لا لا تزبّولي على راسك كما تحلش مشكلتك عندك مشكل خاصة تتحل ذاك المشكل فنعم جاي بلنا ما يكون عنده مشكل يقولها يعني تعرف لراسك انت معا راسك عتعرف يقول اه اه انا وحلت ما يجيش الإجاب عليك وما كي يأخذو الطريق السهل فنعم جراف مهم كي قلت لكم بالنسبة لخشيبار ديالنا احنا المسلمين اللي تولدنا في أسر مسلمة هو واش هن نشوفو المعنى الحقيقية ديالو نحاولو نفهموه من عند الله ولا انتبعوا التفاسير ديال الشيوخ هذا موجدنا عليه ابا انا الى اخيره وهذا اختبار تاوه يعني كل واحده كي تختبر نفس الاختيبار نتيجة ما في الاخير هادك ديال السادسة ينجح ويطلع السابعة الاخر تاوه ينجح ويطلع الافاك الى اخيره الاخر ينجح ويطلع الالتاني كل شيء الانجحو ايطلعو الانجحو ايطلعو ليا جنة الانجحو ايطلعو الانجحو ايطلعو الانجحو ايطلعو هذا خ contributes يجوش الاختبار يكون بحل بحال ولدك يأكل لبسوتها أو الصاية بحل بنتك ويا هذي، أعطاهم بحل بحال نفس الحاجة ولا بنتك سوء لبسها اسميته شي العيبة ديال دراري جزبت دريتك يقدروا لبسو كل شيء وكين فهمتو، شو ليتها يا زوفري ويا هذي، ما جاتش كل واحد دكش، كل واحد حياته في شكل حنايا كانوا بقوا انتقارنوا مع بعضياتنا كان صحابو، أنا دخلت لكم في موضوع آخر كان صحابوش أنا كنا بحال بحال هذك نجح، أنا ما نجحتش كنت تقارنوا مع بعض، ما يكش لك واحد ما كيش بالواحد ما تقارنوا صراسك مع حتى واحد كل واحد حياته، كل واحد ضروف، كل واحد لا يمكن أن يكون منك جوج صحابي، السلام عليكم لكيش الاختبار ديالنا مختلف تماما هذا بالنسبة الآن بكل بساطة، علش كنقول أن القرآن كرام الله فيه من غير الحقائق العلمية فيه بزار تحويج واتشان جولي بشوية بشوية ان شاء الله بحل مثلا الله كيذوي على سميشهم على الخلق ذا بالمشكلة ديالنا ملين بدون دوك إلي يقولك هذك أخطاء أنا كي قلت لكم إلا كنتين تايا 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 بحال كتدير عندك نفس أنتو ما نفس الفئة ديال الخرين المسلمين والمسيحيين كتمشي معه شخص واحد وكتأمن به بحال الإله أراد شي كوشي لأدرالي كنقول لو حفل ما ما تفيدكش ما عندك ما تدير بعض عداش؟ حيش أنت أصلا باش توصل للحقيقة بحال مثلا ديال كين في القرآن الله كي تقول بأن الأرض مستطاحة كيدوعله مثلا بأن النجوم والشمس والقمر كي باش كيتحركوا إلى آخر لا علاقة بذلك شي اللي كتقول النازا انت لك تكت عبد النازا را ما عملك تصل الحقيقة ديال الأرض كي ديرا ما تعبدتوا واحد عبد الله انت موجيشت الله تعبدو ما تعبدتوا واحد شوف شكون اللي عندو الحجة قوية حيش ملا تشتسمع الحجج ديال الناس اللي كي أمنوا بأرض المستحرة حجج قوية بزاف عن الحجج ديال الخرين كي يستزئو وما كي يجوبوا على التحجو وكي شدو فاهمين هذاك الأرض المستحرة بطريقة فشكال خوذ من عندي أنا اللي كان أمن باكي ديرا هي شكلا ما تقشت أول لا هو كي شدو وكي تخيله على هو وكي بدي يعطيك حوجج لا خوذ من عندي أنا اسمع لي أنا ما تستطينيش لأنا اللي عاطة الأطروحة مش انتا فاهمتوا اللي كي دير اذاك شي علاج إذا بقيت لكم حاقة علمية كي لا يقول لي هذا أصلا كله أخطاء علمية انتا يبانوك أخطاء علمية حيث انت بتبع باشر ومقال لهم حر انت مهم كي قلت لكم لما عجبكش الحقائق العلمية ما فيش حقائق علمية هتقرأها هتلقيش يحويش في حياتك كي تراه قيلهم الله نعمتي كيف يعقل لي باشر انه يكون معاك معاك هو مات 1400 سنة دابا ومعاك دابا ولا كيفاش كان شوافك يعرف حياتك ويعرف شنو يطرأ في حياتك ولا تقول يلا راح تشيذك شي عادي كي يطرأ معاك وكل شي الناس راه ما يمكنش محلى عاش حتيش ذك شي اللي يطرأ معاك انتا ما يطراش مع الاخر وعارف كوش الحياة السيناريو اللي يطرأ مع الناس كلهم السيناريو كلهم عارفهم ودارت تلخيص لمو الخاص هلاش ما كتقرأوش القرآن نورمال تالي كانوا المسلمين أصلا المسلمين ما كيقرأوش القرآن وهي قرأي القرآن وهي هذا هو المشكل حيش ذا بذا موضوع ما كتعطوش أهمية ولكتو كتعطوه أهمية كيف ما قلنا انت لا أدري عارف بأن الله كين منطقيان كين إلى أخي اللي هاتمشي تقلب كي قلنا يلا قتنعتي بأن منطقيان راه ما يمكنش يخليك انتا كتتعذب خالقك يخليك كتتعذب يعني كنت يقول لن نتخل فيه لن نتخل فيه لن نتخل فيه اللي هاتمشي لن نتخل فيه لم نتخل فيه ولم نتخل فيه مهم لن نحبس باش منا نتخل في الموضع ون تخلق الرسالة وعند تتشتر باستخدام رسالة باش نحاول ان نفهم بالنسبة للمسلمين هذا هو المسلمين حيش المسلمين خاصة الحضرة بزاف بالنسبة للمسلمين أنا قلت لكم كيف أمنت بأنه من عند الله بالنسبة لي أنا الأحاديث وكلام البشر تاريخ كل شي كل شي هو نسبي يقدر يكون صحيح يقدر يكون خطأ ما عادك كلام الله حيش الله هذا يعني أي واحد أنا للفيديو اللي قلت الهدرال اللي كان قول في فيديو تلقى تقدر تلقى خطأ مثلا 70% خطأ ما تعرفش كيف نقول لكم خدموا عقلكم وسمعوا بزافة الناس باش تقدروا توصلوا للحقيقة أنا اولا ولو غير حقيقة شنو معنات الحقيقة نسبية أن الطاويلة لونها بيض راكون لك نشوفها تقول يا مية في المية لونها بيض تقسم بالله لونها بيض حيش انت كتشوفها بيضة شكو لي قالك ان لونها الحقيقي شكو لي قالك ان العين ديالك هي اللي كتخليها تبليك بحاكا ان الكائنات الخليك يشوفها في لونها الحقيقي مثلا الحقيقي المطلق ما كيش لاي أعرف يعني من لك ان قولوا دي بيضة بيضة بالنسبة لي نحن عالية نسبية بالنسبة لشي آخر اما بالنسبة للحيوان أخر تلقى دي بيضة في الكحل ولا بيضة بين قوسين هنا تلقى ما تعرف حاجة أخرى في لون حمر تلقى الكحل عنده إلى آخرين يعني ما تقدرش تعرف الحقيقة المطلقة حيش عند الله فقط ايش كنقول لكم القرآن هو حقيقة مطلقة كلم الله احنا ملكا نكون وكندو كبشر وخاتكون معاك في نواصل في العلم رادار وكتخطأ هذه ميحيدة شلك الطبيب لما بغشيت ايامر بهذه المعلومات انت حر اعلانه بتشترك بأنك ما تمناش تواحد وكنات تهلك في حياتك حيش انت غادي ضد سنة الحياة الله يتاك تهلك في حياتك فيما تاخد شي معلومة اتمرن بذيك ذيك المعلومة إلا خذتها بذيك الطريقة انت اللي كتاخد بها المعلومة ذي النازة والمعلومة ذي اللي التي كتبع للشيوخ فهم ليه؟ اتاكو البق المهم ورد يجاكين الناس كيقلوا البق وما فاهمي ميسا هذه المشكلة ما عارش بالنش اللي خارج عليك خارج عليك واتقليها كتألم مع الله كتاخد مع الله آلهة أخرى مهمتي؟ يعني يحبونهم كحب الله أو أشد حبه مهمتي؟ خلاسينا ذي اللي بارح ما متافقش معه ماذا؟ ذي ما خلصك تطور وتقرب لله هذا قليل يخليك بأنك رأيك تفهم رأيك أنت غادي كتقرب لله وذيك تقرب ذيك الحقيقة المطلقة خالتها وعما رأيك توصلها ولكن أنت غادي كتقرب وما كنت تهلكش في حياتك بزاك اللي ما يشكل كيف يبدأوا يحييضه من طريقك مهم ممكن تقولي هذا القرآن وش كلم الله حسنا كيلي ما عاشوش تعيشو تعيش القرآن يبالك منطقيا كلم الله ما يمكنش هذا ما يكونش كلم الله لا يمكن هذا ما كانش عنه ما يجيني الشك هذا الشك يدخل لأي واحد وأكيلي ما يشكله يشدني ويخليني يقع مخرج من الدين ويشك بمرة لا شك بسيطة أجي ولكن هذه ما ما كاملش دقائق دقائق معدودة كتلقى الجواب التران وكتكمل بالعكس كتزيد تأكد كيخليك كتزيد تأكد أن هذا كلام الله انا عايز قتلكم أنا ما يدريني ما يدريني أن هذا كلام الله امتي؟ أنا غير من ذلك الشي الحوجج اللي شك فيه وذلك الشي اللي وقع ليه أنا والصداف وذلك الشي نقول مرتاح لي ذا هذا هي الحقيقة احنا في حياة اختبار عن تختبر وما كلي شي حاجة لا ما بغيتش نشك اختبار بغيتي ولا ما بغيتيش إما أن ترضى أو أنت سخط فمن راضية فلا هو الريدة ومن صخيطة فلا هو السخط انت تعرف اللي بغيتي كتسخط على شي حاجة في الدنيا صبح الله راضي الدنيا كلام كتقال راضي معكم بزيان كتردى كتدد قد دنيا معك ارضى كن راضي اي حاجة فيها انت دا با كن راضي مهم بقى نخرج لكم مصد ما مقيتشاليبون نشوف هدوال مواضح اسمي شو كي قلت لكم هدوال مش طراجي مكدلت انا بزيان بالنسبة لي انا هذا هو كلام مطلق معين بالله ماشي بحل كلام بشر بالنسبة لي احاديث انا والتاريخ احاديث بالنسبة لي رأى تاريخ بالنسبة لي احاديث رأى تاريخ بتنمج التاريخ مش يقول له صحيح في اشياء صحيحة وفي اشياء خاطئة بشكل مباشر وكي ينتظر التاريخ واشياء ممكن بشو تقلبه بشه هذا التاريخ عندما حدث في حرب العالمية التانية تقدر تكون قامة طراج 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 وتعودت بطاريخة مختلفة ماذا يبقى كلام بشر ماذا تلقى مؤرخين وهذا يقول حاجة وهذا يقول حاجة كذلك اي حاجة القيشفة ارى نورمال هذا بشر ما يبقى شي حاجة يتفق عليك ووالشي البشر ما يبقى شي ما كيش حقيقة مطلقة رايش اللي بغيت نقول لكم كل شي تلقى القرآن القرآن هو حقيقة مطلقة ولكن الفكرة الفكرة ديال باش نصرح لكم ذلك هو حقيقة مطلقة ولكن هادك اللي كي يقولوا هادك هدرته ليس بحقيقة مطلقة ها نصطيق مؤلم أنا أنا بدأت تفروحة أصلا كنظن أنكم فهمتوا وصلاتكم الفكرة بأن انت كبشر ما عندكش حقيقة مطلقة وما كيش يعني ما كنتي حاجة مع حقيقة مطلقة هنا بمعنى معلومات إلا إلا ما قاله الله يعني هذا كلام الله ليست حقيقة مطلقة هو هو حقيقة مطلقة هو حقيقة مطلقة مؤلم إلا استوعبتوا رمزي البراب الدماغ ديالكم شد باقين صغار إلا ما تفهمتوش ماشي مشكل تقدروا تدوزو لاب بارتي هانية ماشي مشكل وباينان دير ساعة في هذا الفيديو بالنسبة للناس اللي كي يقولوا باش نختموا الفيديو هنا يا دوين على الرسالة بما يكفي ما فيش هذا الموضوع بزيارة ذرا دك شايش خليت من مواضع أخرى رسالة شا نقول لكم الرسالة يا دي الرسالة جات أنا عندي ماشي جات عندي هاكا رسالة هادي أنا مكتش كان عرف أنا مكتش كان عرف أنا متولدش ما تعلن متولدش فسميته عائلة مسلمة مكتش عارف هوالو الإسلام مكتش عارف هوالو مكتش عارف هوالو ولكن أنا داخل ديالي هناك صحيحة تقول لي رأى كين خالق بالمنطق تقول غادي من المنطق انا كين خالق وغادي في الحياة تقول لا وخلقنا والصاف غادي في الحياة وصلت إلى ممو دماغي كيتطور عقلي كيتطور وليس كنحل المزيين لليس كن وصلت نقول لا هاد شي اللي عطينا نحن يا خالق مكتش أنت أعطانا هاد شي وعندنا الفضول اننا معرفوه بزاب تحويج غير هوكاك يعني خالقنا السابب ما خلقناش هوكاك و باغي منا شي حاجة كنت شوف عبتاني الشي اللي كي ترى الاقتيلاء والشي الى اخرين زاب تحويج خيبين الفساد و يشوف ما ينتج دا بعيد الشي يخلينا الخالق بحاجة و ما يحاسبناش عليه هذي اولا و ما ياخدش حق هذا المظلوم ثانيا يعني ما ينتج ضرورة يتكون شي حاجة تسمع شي هذا رسالة من الله هذا رسالة من الله واحد كي واحد القروب ديال الناس لابسين الفاقة ضيضين و الحياة هذا من عند الله هذا من عند الله اللي خلقنا واللي خلقنا اسمت الله مون تقول كواحد علمي سيكون شي فيك ما شي واحد يتبع الهواء هواه و اسميته و يتبع ما وشد عليه السلف و تقول ارى ارى و لي امشيت شريتي اوكي و قلتي انشوف هذا تأكد منه ماذا كلام الله او الله ماذا كلام الخالق و باش نتعرف و ماذا كلام الخالق و ماذا كلام الخالق و ماذا كلام الخالق و تقول و تدعوصي لك المرحلة و قرأي و تحياتك و كتشوف تطبق منه شي حاجة و تصدق لك في الحياة و تقول ما يمكنش لا ما يمكنش هناك يقول لك الحسنة بعشرة من امتاليها يعني الانا درت شي خير هيطرد لي بعشرة أضعاف و تطرد ليها في الحياة و الله يضاعف لي ما يشار ما يمكنش و تطرد ليك في الحياة ما يمكنش عاوتي يعني كتلقى كان عندك شي مشكلة في حياتك و كتلقى عنها يقول لك الله او ال الى الخالق ها انتم ما ديروا هادي و ديروا هادا كي تفادوا هادا المشكل او انت اسميته تقدر في هذه المعلومات مثلا تقول هذه المعلومات الحياتية تقدر تتلقى اما هذا الشي ديها العشرة ضعف بعشرة ما يمكنش ما يمقلك على مثلا اه او لم ترى الى ربك كيف مدى الظل او لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ذليلا ثم قبضناه الينا قبضا ياسيرا ملكته ياسيرا ملكته ملكته تتركز معاد الآيات و تتأمل فيهم و اسميته و تقول لله شي بزار ملكته 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 ما يمكنش ملكته و يجب لي وحدة في 1400 عام كيفاش عرف هذا الشي ملكته ملكة 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 حقيقة المطلقة، حقيقة المطلقة هو هذا كلام الله، لا، ليست بحقيقة المطلقة، لذلك كنت لكم هنا، كنت شك بعد المرات، ونرجع عندك قوة ونكمل لما شكش رمالة هنا، في الأنبياء شكه، بالنسبة لسميته الشك هو طريقة للوصول إلى اليقين، لكي تكون لديك اليقين بأن هذا كلام الله فقط تشك لكي تشك حقا يا رمالة، لأ إيمان لا يقين، أنت مسلم، مسلم، لما كنت أدي التواحيات، ترون كيل داخل صفراتك مسلم، كيفما رجعوا إلى الحلقة الخورة، إبراهيم عليه السلام كان يوصي أن أولاده يكونوا مسلمين، سعافة يعني أنا مسلم كي قلت لكم، أنا وصلت له، أنا كتشك بالطريقة هذه كتشك بأن هذا كلام الله وسميته، وارتحت له لابد الناس اللي كي يقول لك، هذو كل يجابوا لك، الأحاديث، أنا وصلت لهذا بالأحاديث، أنا مسوقي شكل يجابه، تفهمتي؟ ولي كان قرأه هنا، كان قرأه هنا، في القرآن، كي يقول لي، لي كاتب القرآن؟ يعني، والله، ليس هو لي كاتب، ولكن أقول لي كلامه، ما فرطنا في الكتاب يمشي، ولو كان من عند غالي الله، لو جدوا فيه أختلفة ثيرة، وكي يقول لي، يا عاو تاني، اسميته، الآية مشتلية، هما ذوك، ما ذوك، آية، هي ذك، ما فرطنا في الكتاب يمشي، القرآن تبين لي كل شيء، يعني، بالعكس، لكي تأكد لي أن هذا الأحاديث خطأ، لماذا؟ حيث كتبت لي، الأحاديث جات باش تبين القرآن، باش تشرح القرآن، والله كي يقول، القرآن تبين لي كل شيء، هو كيبين لي كل شيء، ويسرنا القرآن للذكر، يسرناه سهل، فهل من المذكر، يعني، اسميته، والرسول يقول يوم قيامة، يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، القرآن، هيا القرآن، وما قالش الأحاديث مهجورة، تأخذوهم مهجورة، يعني أنا، ترونكي، ما تبعش الأحاديث، ترونكي، لا يتبرى يوم قيامة منهم الرسول، يا ربي، راه هادو تأخذوا القرآن مهجورة، قرآن، القرآن هاجرينه، كي لا تضبور لا تطبيق الأولو، فانتول بلان كذير، كتجيب لي الأحاديث، كنقارن كل قوم اختلفين، كي يضرب شيء، أنا، أنا، أشكت لكم، أي واحد جابلنا شيء، كننخدوها، مكتب، كنننرفضه، أحاديث هادو توم، قال لهم مشكون، الرسول يعني يعونوني، يعني يكملوا شيء حاجة واقع لا ناقصة، وخوه في القرآن كي يقولك ما ناقصت، هذا أصلا في الأول الحجة، دار براسة براسة، أخذناهم، يقلناهم متناقضين، الله كي يقول في القرآن، ولو كان من عندي غير الله، لا وجدو في اختلاف، هذا في اختلاف يعني ليس من عندي الله، والرسول ما كان ينطق عن الهواء، يعني ما يمكي يجيب شيء حاجة من راسه، ما كي يجيب شيء حاجة من راسه، يعني غير موحالي، وهذا الشي اللي لقينا، كي يقولوا أنا والرسول يقالوا متناقض، والله كي يقول لك إلا كان متناقض، ليس من عند الله؟، وعين درا ما هادك شيء ماشي من عند الله من عند البشر، يعني دك شيء ما قاله اش الرسول، حعش العرسول كي قول الى قال له الله، فهمتي، والله ما كيضي معلم متناقض، فهمتي؟ eles وقال لك أي مانا مشي من عندي هه يبسؤب القرآن وبالأحاديث، وصلنا. هكي وصلنا بأنه لا حبيبي، لا مجال المقارنة، هذا الله تكلف به ولا يحفظه إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له الحافظون ما قالش لك أننا يحفظ السنة يعني ما تقولش ليدك اللي وصلوا لك الأحاديد هو اللي وصلوا لك القرآن القرآن هادي النسخة ماشي هادي هادي ورش هادي آه وصلوا ليدك حفص نشوف وشكين حفص لا ورش حنا هنا في مغرب عندنا ورش بزاف هذا هو ورش هذا ورش ورش نقول لك وصلوا ليا سميتو وشين ذو علين من بعد ورش آه نعم وصلوا ليا سميتو حتش لعلاقب حفص اختلف ترتيب الآيات اختلف كلمات اختلف بزاف تحويش كلمات مكينين شقا يعني كلمات زيدين بعض مرات مهم هنا كتعرف بأن الأحاديث راه كلام باشر يعني ماشي كلام باشر وماشي كلام الرسول ومعندك ما تدير بيهم كافيك القرآن فهمتش شو بادي نقول لكم؟ يعني ما ممكنش دابت جيت قولي انتا هذيك اللي وصلوا لك هما اللي اسميت ولي وصلوا لي وصلوا لي كواريت وصلوا لي عشرة القراءات يعني وكانوا بغين تاديك القراءة ما تقاش وما قدروش القراءة الأصلية يعني يحاولوا يحرفوا بأي طريقة وما قدروش وهذه يكون حلقة ان شاء الله مقبلة لتحريف القرآن ومحاولة تحريف القرآن ونشوفوا واش تحرف ولا ما تحرفش إلى آخره مهم اعرفتو داب انا ما محرفش ولكن واش تحرف بالمعنى الحقيقي ماشي بمعنى الحقيقي ما تتحرفش ولكن بمعنى اللي كي يصحب الناس اه محرف انا عطيتكم قعل خلاصة مهم بش ما نطوش عليكم كنتمنا انكم تكونوا استفتو طويلت بزاف معاذ هنا الفيديو الجاي ان شاء الله و الى اللقاء